أهلاً في فيديو اليوم رح أشارككم هالصلطة اللذيذة صلطة الدجاج الحارة جربتها بمطعم وما قدرت ما أسويها معاكم جداً سهل وسريع ضروري تجربونها الوصفة اليوم رح أستخدم منتجات مازولا اللذيذة بالبداية بمقلان عميق رح نضيف أول شيء زيت الذرة من مازولا ورح نضيف صدور الدجاج أنا استخدمت هنا صدور دجاج جاهزة ممكن تسوينها بالبيت أول ما تتحمر عندنا وتسي ورح نرفعها من الزيت وننشفها هنا قليت عيدان الأرز ممكن تستغلون عنها وللصصة السلطة اليوم رح نستخدم هالمنتجين من مازولا الرانش والصصة الفرنسية بالبداية رح نحتاج ربع كوب صصة فرنسية من مازولا ورح نضيف عليها ربع كوب رانش من مازولا رح نضيف عليهم ملاقتين طعام عصير ليمون ملح وفلفل أسود وآخر شيء رح نضيف ملعقة صومترة ونقلب المقادير زين لما اطلع معانا بهذا القوام ورح نتركها بالثلاجة ونبدأ نجهز السلطة شرائح رفيعة خيار شرائح رفيعة ملفوف أبيض نقلب المقادير كلها زين وعند التقديم رح نضيف عليهم الصوص اللذيذ ونقلبهم زين رح نضيف السلطة بصحنة تقديم ورح نزينها بصدور الدجاج قطعتها شرائح رفيعة ونزينها بعيدان الأرز وخلصنا الوصفة مرة سهلة وسريعة ضروري تجربونها وبالعافية عليكم يا رب ان شاء الله يا رب تكون حبيتوا وصفتنا اللذيذة اليوم لا تنسونا اللايك اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتابعونا على حساب بسناب شات وحساب بانستغرام واشوفكم بصفات جاية ان شاء الله اشتراك بالقناة اشتراك بالقناة